كما التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي على هامش اجتماع الاتحاد الافريقي نظيره الموريتاني محمد سالم ولدي مرزوك حيث بحثا أوجه التعاون الثنائي وما يتضمنه من عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة يجري التباحث بشأنها بين الجهات المعنية من الجانبين وخلال اللقاء أكد عبدالعاطي أن مصر تتابع باهتمام الجهود التنموية التي تقوم بها موريتانيا وكذا الاكتشافات الكبيرة في مجال الغاز الطبيعي والبترول مؤكدا على أن موريتانيا يمكنها التعويل على خبرات مصر في مجال إقامة البنية التحتية الخاصة باستخراج الغاز والبترول وكذا بناء محطات الكهرباء كما استعرض الوزيران أبرز الملفات والقضايا المشتركة على ساحتين الأفريقية والعربية